اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وايه حكاية صفعة دافوس السعودية والطب النفسي تعالوا نشوف الحكاية دي على رواء هنا عارف انكم مستعجدين علشان تعرفوا حكاية العلاج النفسي بس من فضلكم اصبروا حابتين وحتبط لكم كل حاجة بالدليل على ما يبدو ان حالة التخبط اللي وقع فيها الادارة الامريكية من ردات الفعل والاجراءات السعودية في ازدياد وعلى ما يبدو ان بايدن على واشك ارتكاب حماقة اي نعم حماقة تجاه السعودية واقولها بجد جدون مبالغة ده سبب ان تخيلت الامير محمد بن سلمان بيرسل رسالة لبيدن شبيهة برسالة ترامب الاردغان من كم سنة لما قاله لا تكن احمق طب ليه بقى ممكن انا باعتبر ان بايدن على واشك ارتكاب حماقة انا هقول لحضرتك بحسب شبكة NBC الامريكية وبحسب تسريبات من مصادر اعلامية مطلعة في امريكا الكلام دلوقتي على وجود توجه داخل ادارة بايدن لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على السعودية العقوبات بالنسبة للجانب الاقتصادي هتكون من خلال ضغط ادارة بايدن على المستثمرين والشركات الامريكية بانهم ما يوسعوش نشاطاتهم الاقتصادية في السعودية مع امكانية سن تشريعات جديدة تعاقب الشركات الامريكية في حال استثمارت في السوق السعودية والاقوى من كده التوجه نحو حض الشركات دي لسحب استثماراتها واموالها من السعودية كعقوبة مؤذية للاقتصاد السعودي ده بحسب ما هو منشوق وبحسب ما بيشوفه بايدن ومستشارينه ده الجانب الاقتصادي من العقوبات أما الجانب العسكري فبيتضمن وقف التعاون العسكري ووقف مبيعات السلاح والجانب السياسي بيتضمن تخفيض التمثيل الدبلوماسي الأمريكي مع السعودية تعالوا بقى لأهم بند فكرة العقوبات اللي بايدن بيفكر فيها أو بمعنى أدق تعالوا للحماقة اللي بايدن على واشك ارتكبها وهي فكرة العقوبات الاقتصادية على السعودية ليه بنقول ان الفكرة دي حنقاء وعلى فكرة كلهم حمق لا بس الفكرة دي تحديدا غبية جدا وبتثبت ان بايدن محتاج علاج علشان باختصاره من غير أي تعائدات أو تحليلات بايدن ومستشارينه وقدرتوا الظاهر ان هم نسيوا ان المصلحة فوق كل اعتبار بمعنى وخلونا نقولها بالبلد صاحب القرش صياط زي ما بيقولوا كده في المسألة المصري وغاس المال هو المتحكم دايما وخصوصا ان امريكا دي هي ام غاس مالية وام المصلحة في العالم كله الشركات الامريكية والمستثمرين الامريكان اللي بيدخوا استثمرات بالمليارات في السوق السعودي ما بيدخوهاش صدقة ولا شفقة ولا احسانة على السعودية الناس دي حط فلوسهم في السعودية لانها سوق كبير جدا وواعد وقوي والاهم من كده ان الشركات والمستثمرين دول ما بيحطوش اي سنت في اي مكان قبل ما يكونوا عارفين ومتأكدين انه حيرجع لهم اضعاف وان ده هو المكان المناسب لفلوسهم وبالتالي الشركات الامريكية والمستثمرين الامريكان في عالم زي عالمنا ووقت زي وقتنا ده بتحكموا المصالح وبس مش من المنطقي ان اقدارة بايدن تتصادم معهم وتطلب من الشركات والمستثمرين الامريكان انه هم يسيبوا مصلحتهم بسهولة كده وانه هم يسيبوا السوق السعودي للشركات والمستثمرين الاسيويين والاوروبيين اللي ما هيصدقوا ان هم يحلوا محل الامريكان يعني بايدن عايزهم يسيبوا مصلحتهم المؤكدة في السعودية ويجروا ورا مصلحة الحزب الديمقراطي واليساري الراديكالي وغرباته وده طلب غبي جدا ولا شك ان بايدن وقدرته حيتصدموا مع الشركات والمستثمرين دول وطبعا نبيهات الضغط الامريكية اللي بطرع مصالح الشركات والمستثمرين دول حتمارس دورها في حماية مصالحهم في السعودية فعلا دي فكرة حمقاء يا بايدن بصوا الادارة الامريكية والاعلام اليساري الامريكي وخلال السنين اللي فاتت لعب على تشويه السعودية بشكل ما ظنش انه محتاج ان انا فكركم به ومن ضمن افكار بايدن الحمقاء انه يحض الشركات والمستثمرين دول على الحفاظ على سمعتهم ما بين قسين بسبب تعاملهم مع السعودية ده على اعتبار يعني ان السعودية في ادبيات الاعلام اليساري الامريكي دولة سمعتها مش كويسة لانها دولة مش ديمقراطية وحقوق الانسان بقى وحقية الرأي وخد عندك اللي انتو عارفينه بقى وباية الاستوانة المشروخة والكتبة اللي كذبوها وصدقوها على اساس ان امريكا سمعتها بسم الله ما شاء الله ما بتقومش منها على سجات الصلاة المهم ان من العلامات الاضافية للحماقة عند بايدن وعند اليساري الامريكي عموما انهم تناسوا ان اصحاب رؤوس الاموال دول ناس بتقوم اصلحه بس يعني ما بيهمهمش التقرير الاعلامية والالعاب السياسية بيهمهم المصلحة وبس ومصلحتهم مع السعودية والسوق السعودي ما يختلفش عليها اتنين من انها مهمة جدا جدا ليهم وبالتالي نرجع ونقول ازاي ممكن بايدن وادارته يقنعوهم ان هم يسيبوا مصلحتهم اللي في السعودية ويجروا على مصلحة الحزب الديموقراطي حماقة من اترازة رفيعة لأ وتعالى بقى عزيزي المشاهد لمفاجأة رهيبة جدا بتستدعي الكاشف عن القوى العقلية لبايدن اهو والله زي ما بقولك كده بصوا يا سادة بايدن لما اضطر ان يزور السعودية وطبعا انتوا فاكرين الحكاية من اولها الاخيرة في المؤتمر الصحفي في السعودية بايدن قال للصحفيين انا جيت هنا لضمان وجود دور امريكي في المنطقة وعدم ترك فرار في المنطقة دي لروسيا والصين طب ما تسمعوا بنفسكم من بايدن لا تقولوا ان انا كذب ولا حاجة نضع اطار عمل لمشاركة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط ولوضع خطوات رئيسية لحد الادنى ان يكون هناك موقف للولايات المتحدة في هذه المنطقة بشأن مستقبلها لن نترك اي فراغ في الشرق الاوسط لروسيا او الصين لن نترك اي فراغ في الشرق الاوسط لروسيا او الصين لن نترك اي فراغ في الشرق الاوسط لروسيا او الصين اهو هو اللي قال بايدن قال مش عايزين نسيب فرار في المنطقة علشان روسيا والصين حيملوه هو اللي قال كده يا جماعة ولا انا غلطان ايوه هو والله ما بجدب عليك طيب لما بايدن دلوقتي عايز يضغط على المستثمرين والشركات الامريكية علشان ينسحبوا من السوق السعودية مش ده يعتبر تنقض وكده هو بيتنقض مع كلامه ومبدأه اللي قاله من كم شهر انه مش عايز يسيب فرار يملاه الروس والصينيين في المنطقة لن نترك اي فرار في الشرق الاوسط لروسيا او الصين طب ماه انت لما تجبر الشركات الامريكية على الانسحاب البديل موجود طبعا وهو الشركات اللي حتيجي من روسيا والصين وفوق منهم كمان شركات من اوروبا يا سيدي ولا تزعل ها مش قلتلكم ان الامير محمد بن سلمان وصل بايدن لمرحلة قطيرة من المرض النفسي بتستدعي التدخل العجل ماهو التنقض بالشكل ده مستحيل يطلع من انسان الا اذا كان تحت ضغط عصب كبير جدا وفي الغالب بقى يعني والله اعلم كده ان الضغط العصبي ده سبب الامير محمد بن سلمان اما بالنسبة للعقوبات العسكرية وقف بيع الاسلحة والتعاون العسكري والكلام ده فده برضو بينطبق عليه نفس المبدأ لان السعودية اكبر مشتري للسلاح من امريكا وبالتالي على بايدن انه يستحمل ضغط له بالسلاح في الولايات المتحدة اللي اكيد مش هيجبه الكلام ده اما اذا بايدن بيلعب على فكرة الابتزاز السياسي بقى من الناحية الامنية واللعب على وطر الاجزوبة الامريكية الشهيرة اللي كدبوها وصدقوها والدعاءات الحماية فده سبت عدم صحته والتاريخ والاحداث اثبتت ده وسبق وضحت ده في اكتر من حلقة واثبتت ان هي مجرد كتبة وبربجاندة اعلامية ولكن الاهم من ده وزي ما شرحت لكم في الحلقة اللي فاتت سياسة ولي العهد السعودي تجاه الامريكان بتعتمد على ردة الفعل بمعنى انه بيسيبهم يتخذوا الخطوة العدائية تجاه السعودية زي ما هم عايزين وهو بيستغل الخطوة دي من اجل المزيد من التعاون والتحالف مع روسيا والصين وبالتالي العقوبات العسكرية المفترضة اللي بايدن بيفكر فيها حتى ارتد عليه هو كمان بالزبط كده زي العقوبات الاوروبية اللي على روسيا اللي ارتدت على اوروبا اكتر ما اتأثرت على روسيا فحتكون النتيجة الطبيعية لها مزيد من الصفقات العسكرية ما بين الجانب السعودي والصيني وروسي وده طبعا حيقلب الدنيا على رأس بايدن وعلى حزبه وقدارته طبعا وحيستغلوا الجمهوريين اقوى استغلال من باب ان الادارة دي خسرت امريكا اهم حليف لها وان روس والصينيين كسبوا ود السعوديين بسبب سياسات بايدن الفشلة وكسبوا صفقات سلاح بالمليارات رحت علينا احنا كامريكان اما مسألة خفض التمثيل الدبلوماسي مع السعودية فده برضو بيصب في نفس الخانة وحيكون لصالح الروس والصينيين اللي هم اعداء امريكا ولا يعدوا اكثر من كونه تصرف سياسي صبياني بيستدع العلاج برضو على فكرة ادارة بايدن بتصوق لكتبة انها مش هتشارك في منتدى دافوس السحراء المقام في السعودية الشهر ده ومش هتبعت اي مسئول رسمي بس الحقيقة ان مسألة عدم مشاركتهم في المؤتمر ده ما هي الا صفعة سعودية اضافية لان الحقيقة ان السعودية اصلا ما بعثتش اي دعوة لأي مسئول امريكي وسبق وقلت لكم ان التصرفات والاجراءات السعودية بتسبب رابكة عند ادارة بايدن والظاهر انهم ملاقوش تريعة لمواجهة عدم دعوتهم الا بالدعاء انهم حيقطعوا المنتدى وكلها ايام ومنتدى دافوس السحراء حيبدأ وحتبدأ معها مرحلة جديدة من التوتر الامريكي لما يشوفوا المشاركات في المنتدى ختاما بايدن الى مزيد من الحماقات وفكرته بمعاربة السعودية اقتصادية دليل اضافي على التخبط والهزيانة والحماقة في هذه الادارة خصوصا وفي اليسار الامريكي عموما والتعامل السعودي الهادي وسياسة الصبر والعمل بصمت اصبحت بتشكل خطر على ادارة بايدن وحزبه الديمقراطي اللي مقبل على انتخابات التجديد النصف للكونجرس وهم في حال التخبط وارتباك وانكشاف وفشل كمان واخيرا بايدن فعلا محتاج كشفه على قواه العقلية سواء هو او حد من مستشاري اللي بيقترح عليه اسلوب التعامل مع السعودية وهو فعلا بيستحق لقب الاحمق وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة